مرحبا بكم يسعدنا أن ندعوكم للاشتراك في قناتنا الجديدة التابعة لقناة غذي ذهناك أشباح سفن غامضة تم اكتشافها بيان كسيه سفينة الركاب المرفهة كانت تسمى في الأساس ميرشال بيتن قبل أن يتم تطويرها عام 1949 في أكتوبر من عام 1961 بعد أن تغير مالكها ثلاث مرات نشب حريق في غرفة محرك وهي في عرض البحر وقد نجح تقريبا سبعمائة راكب وأفراد من طاقم السفينة في الهرب منها بينما بدأت السفينة في الغرق بعد يومين دام فيهما لاحتراف انقطع حبل المرسى وتمكنوا من ربط حبل القطر ببدن السفينة ونجحوا في قطر السفينة لمسافة ميلين قبل أن تحدث عاصفة وتقطع حبل القطر وفي الحال غاطست السفينة في القاع على عمق 165 قدم دوتي ساحل ميلوكو الخاص ببحيرة ميشيغان الولايات المتحدة رست عليه الكثير من السفن على مدار السنوات ولكن في إحدى الأعوام حدثت عاصفة مدمرة دمرت العديد من السفن ومنهم سفينة دوتي وهي من السفن التي تعمل بالبخار وصممت لنقل البضائع عبر البحيرة وكانت من آخر سفن البخار في الولايات المتحدة عندما غرقت عام 1898 وقد ساد اعتقاد بأنها قد تدمرت تماما عندما عثر عليها عام 2010 أي بعد 115 سنة تقريبا كانت على عمق 3000 قدم تحت المياه المتجمدة وما زالت قطعة واحدة وهو ما فاجأ الجميع خصوصا أنه مصنوع من الخشب USS Constoga فقدت بعد مغادرتها الميناء عام 1929 بجزيرة مير كاليفورنيا وكان على متنها 56 بحر وكانت قد ظلت في الخدمة لمدة 17 عام وانتشرت شائعات بتسريب المياه إليها وتم فحصها واختبارها ولكن ثبتت كفاءتها ولكن في إحدى الليالي بمجرد عبورها بوينت بوينتا بسان فرانسيسكو اختفت السفينة تماما ولم يسمى عنها أو عن طاقمها أي خبر فيما بعد وقد بحثت البحرية عنها لمدة 11 يوما بعدها ولكن لم يتوصل إليها مطلقا وتم اعتبارها من المفقودين حتى عام 2009 عندما حدد الرادار سفينة قابعة في الأعماق على بعد 30 ميل من سان فرانسيسكو ومئتي قدم تحت سطح البحر وهنا بعد 95 عام أعلنت البحرية أنهم عثروا عليها أمبريا انطلقت في أول رحلاتها عام 1911 وقد كانت سفينة رحلات ثم استخدمتها السلطات الإيطالية بعد ذلك في نقل القوات للمستعمرات بشرق أفريقيا في مايو عام 1940 تم إعادة بناء وتطوير السفينة أمبريا على يد جنود من السفينة الملكية أثناء عبورها البحر الأحمر وأصبحت تحمل أسلحة وذخائر ولأن إيطاليا لم تكن شاركت في الحرب العالمية الثانية بعد فقد رست السفينة في إحدى الليالي على سواحل بريطانيا وفي الصباح التالي أعلنت إيطاليا مشاركتها في الحرب فقرر كابتن السفينة ألا تقع السفينة في قبضة الإنجليز بما تحمله من أسلحة وقنابل تقدر بـ 360 ألف قطعة سلاح فقام الكابتن بإغراق السفينة وهرب هو والطاقم منها وغارقت السفينة على عمق 125 قدم تحت الماء وحتى اليوم لم يحاول أحد الحصول على كم الأسلحة الهائل الموجود بها نظرا لخطورة الأمواج في هذه المنطقة سويب ستاكس بنيت عام 1867 وكانت عبارة عن مركب شراعي كندي كبير الحجم مساحته 119 قدم وكان يستخدم لنقل الفحم بعد العمل لمدة 18 عام تدمرت على ساحل جزيرة كوفر وتم قطرها لخليج جورجيان الخاص بجزيرة هورن ولكنها غرقت قبل القيام بإصلاحها لأن المركب كانت تنقل الفحم وقت غارقها فتم إزالة حمولتها بعد أن غرقت لعمق 20 قدم بالأسفل ونتيجة لصفاء الماء الشديد في هذه المنطقة يظهر حتى الآن حطام السفينة بالأسفل واضحا ويعتبر من أثار القرن التاسع عشر سفينة بخارية ضخمة مصنوعة من المعدن وزنها يصل إلى 1322 طن وقد بنيت عام 1921 وكانت ملكا لشركة هادسون باي كانت تستخدم في التبادل التجاري مع مقاطعات الشمال الغربي ولكن عام 1931 علقت السفينة الضخمة في الثلج كانت قد انتهت من مهمتها التبادلية وكانت في طريقها للعودة حيث تحمل الفراء والأحزمة هرب منها طاقمها وساروا لمدة نصف ميل لأقرب قرية حتى عثروا على المأوة عادوا بعد يومين ووجدوا السفينة تحررت من الثلج ولكن عادت بعد بضعة أيام وغرزت في جبال ثلجية أخرى أرسلت الشركة طائرة لاستعادة الطاقم ولكن فضل 15 رجل من الـ 22 فرد أن يبقوا وينتظرون انتهاء الشتاء بعد شهرين حدثت عاصفة كبيرة اختفت السفينة واعتقد كابتن السفينة أنها قد غرقت ولكن بعدها بعدة أيام ظهرت السفينة طافية وعلى متنها صيدين محليين ولسنوات طويلة استمر الناس في مشاهدتها وكانت آخر مرة شهدت فيها عام 1969 بعد 68 عام نتمنى أن تكون قد استمتعت بهذا الفيديو قم بالاشتراك في القناة من أجل مشاهدة المزيد شكرا للمشاهدة وإلى اللقاء